اهلا بكم اعزائي المتابعين موضوعنا النهاردة عن الديدان المعوية وكلامنا النهاردة موجه اكتر للأب والأم وافراد الأسرة الديدان المعوية مشكلة كبيرة بتواجه اطفالنا وبقول اطفالنا اكتر من الكبار ليه؟ لان الاطفال اكتر عرضة للاصابة بالديدان المعوية عشان طبعا هم بيلعبوا كتير في الشارع بيلعبوا في الطراب بشكل اكتر معرضين ان هم يحطوا اي حاجة مش نضيفة في بقهم وما عندهمش الوعي الكافي ان هم يخسلوا قديهم بالصابون بعد ما يعملوا حمام وقبل ما يكلوا وكمان ممكن يكلوا الخضروات من غير ما يخسلوها كمان بعد العادات اللي مش كويسة زي ان الطفل ممكن يهرش او يحك منطقة الشارع بايده كل الحاجات دي بتساعد في انتقال العدوى بين الاطفال والاختلاط طبعا زي في الحضانة او في المدارس ممكن ينقل العدوى دي فالعدوى ممكن تتنقل عن طريق الاختلاط المباشر وعن طريق التصافح بالايدي وعن طريق ان الطفل يلمس مثلا اكرة باب وبعدين طفل اخر يمسك الاكرة دي واستخدام الحمامات طبعا وخلافه كل ده بينقل العدوى كمان في بعض انواع الديدان بتتنقل عن طريق اللحوم الغير مطهوة بشكل كويس بتبقى الديدان دي موجودة في الحيوان وتتنقل للانسان عن طريق اللحوم اللي هي نص سوا او اللي مش مطبوخة بشكل سليم طبعا الديدان انواع كتير جدا لكن اشهرهم يعني الاسكاريس واللي ممكن يوصل طولها لخمسة وتلاتين سنتي والانكلستوما والانتروبياس الاشهر اللي بتعمل هرش عند الاطفال بالليل في منطقة الشرج تلاقي الطفل بيسرخ ويعيط بالليل ويهرش تحت منه او في منطقة الشرج بسبب ان الديدان بتطلع عند منطقة الشرج وتضع البويضات فيها خصوصا بالليل كمان في نوع اسم الديدان الشريطية واللي ممكن يوصل الطول فيها لخمستاشر متر وغيرها وغيرها كمان لكن الاشهر واللي بتشوفه كتير الاسكاريس والانتروبياس الديدان عموما في منها انواع بتمص دم المريض وتتغز عليه بمعنى ان هي بتلزق في الجهاز الهضمي من الداخل وليها مصة او حاجة كده بتمص الدم من الجهاز الهضمي بتاع العيان وفيه انواع تانية بتتغزة على اكل العيان نفسه على الغزاء المهضوم بتاع العيان وفي كل الحالتين هي كده بتأثر على المريض اما بالنسبة للاعراض فممكن الديدان المعوية يكون ملهاش اي اعراض الشخص يكون عنده الديدان المعوية ومش حاسس باي حاجة ولا فيه اي مشكلة عنده لكن ممكن تعمل اعراض عند بعض الناس زي بقى الانيميا طبعا فيحس العيان بدوخة ويحس بتعب وارهاق ممكن الام في البطن يشتك ان بطن بتوجعه ممكن اسهال ممكن عسر هضم وممكن وزن العيان يقل وطبعا ممكن الحكة او الهرش او الالم في فتحة الشرج عند الاطفال وخصوصا بالليل في بعض الحالات النادرة ممكن الديدان تكون هي سبب في التهاب الزائدة الدودية يقولك الطفل عنده الزايدة او جاله الزايدة وممكن يكون السبب دي الديدان لكن ده نادر يعني وممكن في بعض الحالات النادرة برضو يحصل انسداد معوي بسبب الديدان كمية الديدان كتيرة لدرجة ان هي عملت انسداد معوي ويسدد الجهاز الهضم اما بالنسبة للعلاج فاول حاجة طبعا هي النظافة العامة الطفل لازم يخسل ايده بعد الحمام يخسل ايده قبل ما يأكل طبعا بالصابون وما يكلوش اكل من الشارع ويخسلو الخضروات كويس قبل ما يكلوها لازم نطهر الحمام كويس ونخسل الهدوم بمنظفات كويسة ولازم نلاحظ الاطفال لو لاحظنا اي حاجة من الاعراض اللي قلناها نروح ونكشف عليهم اما بالنسبة للأدوية تنفع تدي له شربة ولا ما تديلوش يعني من غير ما تكشف ولا تروح للدكتور لو انت في منطقة الديدان منتشرة فيها وكل شوية اطفال بيجي لهم ديدان فانت ممكن تدي للطفل شرب الديدان مرة واحدة في السنة او كل 6 شهور حسب توصيات منظمة الصحة العالمية زي ايه بقى الشربة دي الشربة دي زي دواء اسمه البندزول المادة العلمية بتاعته البندزول موجود في السوق مثلا الزنتال فرميزول بندكس وغيرهم والجرعة كالقاتي لو طفل اقل من سنتين بياخد 200 ملي جرام مرة واحدة في اليوم ونكررها بعد اسبوعين لو اكتر من سنتين بنتدي له 400 ملي جرام مرة واحدة في اليوم برضو ونكررها بعد اسبوعين مثلا الشربة اللي هي الزنتال الازازة كلها 400 ملي جرام الازازة دي كلها وبعد اسبوعين نكررها لو اقل من سنتين بنتدي له نص الازازة فقط لكن بعد اسبوعين نجيب له ازازة تانية وندي له نصها برضو بالنسبة للبالغين او الكبار في منها اقراس سواء الزنتال او فيرميزول او غيره الارص الواحد متين فالكبار بياخدوا برضو ربعمية يعني ارصين مرة واحدة صباحا على غيار الريق وبعد اسبوعين نكررها اما مثلا الفيرميزول الفيرميزول دي عبارة عن 30 سنتي كل 10 سنتي فيهم ربعمية فانت ممكن لو عندك 3 اطفال تجيبوا واحدة فيرميزول وتدي لكل طفل فيهم 10 سنتي صباحا قبل الفطار وبعد اسبوعين تجيبها لهم كمان مرة طبعا دي الجرعة اللي تقدر تديها انت من غير استشارة طبيب واللي من نظامة الصحة العالمية بتوصي بها للمناطق اللي منتشر فيها عدوى الديدان المعاوية دي بين الاطفال لكن احنا احيانا نحتاج ندي ادوية تانية او حتى القلبندزول ده نديه بجرعات اعلى من كده بكتير بس ده طبعا باستشارة للطبيب بعد ما يشخص انواع تانية من الديدان لكن معظم الديدان اللي مشهورة زي الاسكارز والانتروبياس والحاجات اللي انت بتشوفها دي دي بتاخد بس جرعة واحدة وبعد اسبوعين نكررها كمان مرة وخلاص ما تنساش اشترك في القناة اعمل لايك وانشر الفيديو وشكرا لحضراتكم